بحث ومتابعة المشاريع المنجزة وأخرى قيد الإنجاز في المناطق المدمرة جراء العملية العسكرية والتفجيرات الإرهابية التي طالت البنى التحتية في ديالة هي ما حملته زياط رئيس صندوق إعادة الإعمار للمحافظة مشيرا إلى أن العمل متواصل لإنجاز الكثير من المشاريع الأخرى في حال إقرار ميزانية عام 2020 من قبل الحكومة مثل ما تعرفون ديالة هي واحدة من المحافظات التي ضررت من هجمات داعش الأرهابية ولذلك هي شملت ضمن أعمال ونظام صندوق إعادة الإعمار كان طرح واضح لكل المشاريع الموجودة في ديالة والمشاريع المنجزة والمشاريع القيد الإنجازة الآن هي في طور التنفيذ وإن شاء الله ستكون ضمن موازنة 2020 إذا ما أقرت إن شاء الله سيكون لديالة جزء من هذه المشاريع من جانبها الحكومة المحلية إن صندوق إعادة الإعمار كان له دور بارز في إعادة بناء بعض المناطق ومتأملين أن تشمل المحافظة بتخصيصات ترتقي إلى مستوى الضرر الذي أصاب ديالة من خلال التعاون المثمر حقيقة نحن في محافظة ديالة من المحافظات التي استفادت من الصندوق في مرحلة إعادة الإعمار وكان لأخوة الكادر الموجود في الصندوق لهم بصمة في محافظة ديالة وخصوص في المناطق المحررة الذي نأمل أن هذا التواصل الذي موجود اليوم في الإدارة الجديدة للصندوق أنه يستمر مع المحافظة وأن تشمل المحافظة بتخصيصات ترتقي إلى مستوى الضرر والحجل الذي أصاب المحافظة للعراقية الإخبارية عودي عبد الكريم محافظة ديالة